في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في المقابلة التي ألقاها قداسته من ساحة القديس بوتروس عن زيارته الرسولية إلى البحرين فقال تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى مملكة البحرين وقال كانت هدف الزيارة تلبية لدعوة جلالة الملك من أجل المشاركة في منتدى حول الحوار من أجل العيش الإنساني معا والحوار يهدف إلى اكتشاف غنى شعوب وتقاليد ومعتقدات أخرى ومملكة البحرين نفسها بتعدد الأعراق والأديان فيها تساعد على أن نفهم أنه يجب أن لا نعيش منعزلين بل متقاربين قضية السلام تتطلب ذلك والحوار أيضا الذي هو أكسوجين السلام لكن لا يمكن أن يكون هناك حوار من دون لقاء فالتقينا في البحرين وكان هناك لقاءات كثيرة اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر واللقاء مع الشباب من ديانات مختلفة الذين يدرسون معا في مدرسة القلب الأقدس واللقاء مع مجلس حكم المسلمين ثم أن زيارة البحرين ليست حلقة منعزلة بل هي جزء من مسيرة افتتحها القديس يحن بولوس الثاني عندما ذهب إلى المغرب ولهذا كانت زيارة إلى البحرين خطوة جديدة في المسيرة بين المؤمنين المسيحيين والمسلمين لا للخلط بين الأديان ولا لإخفاء إيماننا بل لبناء تحالفات أخوية وتحقق أيضا الحوار واللقاء والمسيرة في البحرين بين المسيحيين في اللقاء المسكوني عندما صلينا من أجل السلام مع الأخ العزيز الباتريارك بيرت المعوس ومع الإخوة والأخوات من طوائف والطقوس مختلفة وفي اللقاء مع الرعاة والمكرسين والمكرسات والعملين الرعويين لنسأل الله أن يزيد الحوار والسلام بين جميع الشعوب